موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بازن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح لحنا عرضنا فرص ومنحة كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا اعتلى على منحة كتيرة جدا منحة موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر الى الخارج وكنا عرضنا بعض المعاوخة اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة وكنا عرضنا فرصة حصرية وهي فرصة التقديم اه او فرصة طوع في فيتنام وكاننا عملية التقديم واللي بول فيها حصرية انا عن طريق قناتنا وكانت شاملة معظم التكاليف وتم اعلان الفائزين فيها زي الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص دي كتير التقديم واللي بول فيها حصرية انا عن طريق قناتنا اه بالاضافة كمان كنا عرضنا خدمة ومزارة الخدمة دي متوفرة ولخدمة اه التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا ونقدم لك بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة وعشان توصلك اي حاجة دي ده من القناة بتاعتنا ياريت تعمل وتضغط على جرس صغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة واحب بنوك كمان جماعة روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على فيسبوك روابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي نتكلم عليها النهاردة هتلاقوا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو طيب خلينا نبدأ على بركة اللي ونتكلم عن منحة النهاردة منحة النهاردة مقدمة من منظمة اسمها تمام والمنظمة دي هي عبارة عن اتحاد مجموعة منظمات بتوفر امتحان زي زي منظمات تانية بتقدم امتحان والفكرة كلها ان هم هيقدموا لك امتحان بالمجان يعني انت هتمتحن والرسوم بتاعت الامتحان هتكون على المؤسسة دي تمام فالمفروض اصلا امتحان بيتروح رسوم ما بين متين اه وخمسين الى تلتمية دولار تمام كده ولكن المؤسسة دي هتوفر لك الامتحان او هتدفع لك رسوم الامتحان على حسابه من غير ما انت هتدفع اي حاجة خالص وحتحصل على شهادة الايدلس الدولية بالمجان تمام كده بالاضافة كمان للمنحة دي يعني بيتخد فيها عدد كبير ومتاحة لجميع الجنسية تمام كده طيب خلينا نتعرف على تفاصيل التقديم للمنحة دي عشان تقدم لها هنا بشرح لك ان الامتحان الايدلس طبعا بيمتحنوا اشخاص كتير وان المنحة دي هتوفر لك امتحان الايدلس بالمجان تمام طيب مين الاشخاص المقبولين في المنحة دي المفروض يقدموا اول حاجة هو طبعا المقال هنا باللغة الانجليزية لان ده الموقع الرسمي ليه المنحة فانا ما عملتش مقال اه باللغة العربية فانا اشرح لكم مباشرة من الموقع الرسمي وهترجم لكم الكلام ده شفاويان كده فانا بيقول لك اول حاجة ان لازم المتقدم يكون سنه اقل من اتنين وتلاتين سنة يعني ما يزدش عن اتنين وتلاتين سنة ده اول شرط بيقول لك كمان لو انت طالب في السنوية العامة تمام يبقى لازم يكون مجموعك خمسة وسبعين في المية على الاقل ما تكونش اقل من كده تمام ولو انت حاليا بتدرس سواء بتدرس بقى بكالريوس ماجستير دكتوراه يكون الجي بي اي بتاعك ما يقلش عن تلاتة وطبعا في ناس مش عارفة اني الجي بي اي الجي بي ده الجي بي اي هو عبارة عن نظام دولي معتمد في الدرجات فلو انت مسلا درقتك زي ما موجود في مصر من مية في المية فتقدر بكل سهولة تحول المية في المية دي لنظام الجي بي اي وتعرف انت درقتك كان بالزبط بالجي بي اي وتعرف هل انت موهل للمنحة دي ام لا تمام كده وبيقول لك ان لازم ما تكونش اخدت الاي لتس قبل كده تكونش اخدت متحان الاي لتس سابقا وبيقول لك لازم يكون داخل الاسرة بتاعك اقل من ميتين وخمسين دولار وبيقول لك هنا ان في الجزئة الاخية ان لازم يكون مطلوب منك خطاب توصية واحد على الاقل طيب خلينا كده نبص للمتطلبات تاني عشان اعايز اشرح لكم حتة بالتفصيل لما جينا تكلمنا عن جزئية لو انت بتدرس حاليا في الجامعة وقلنا لازم بتاعك ما يقلش عن تلاتة هم الطلبين منك تجيب كشف درجات ان بتاعك مش هقل من تلاتة تمام طبعا لاخر سمستر انت درستو يعني لو انت مسلا في السمستر السابع او السادس او الخامس مسلا لو انت في سمستر خامس دلوقتي بتجيب السمستر الرابع لو انت في السمستر التاني بتجيب السمستر الاول او الترم الاول كشف الدرجات بتاعته تمام طيب ده بالنسبة للجزئية دي وفي الجزئية التانية مطلوب منك انك تجيب اللي هو زي بنك او زي بطاقة ضربية تمام فالكشف مطلوب منك هنا كشف حساب بنكي طب دلوقتي هم طلبين منك كشف حساب بنكي ليه عشان يتأكده ان دخل الاسرة بتاعك اقل من ميتين وخمسين دولار. طب انت لو ما عندكش كشف حساب بنكي. تعمل ايه? عادي جدا. هم طلبين منك ان لازم الحساب البنكي يكون اصلا فيه اقل من ميتين وخمسين دولار. فانت كل اللي عليك لو انت ما عندكش حساب قد تروح تفتح حساب بنكي بخمسين دولار ولا حاجة. تمام? ولازم يكون المبلغ فيه اقل من ميتين وخمسين دولار عشان يبين انك مؤهل للمنح. او حتى على الاقل ممكن تجيب اه اه زي كده بطاعة ربية مثلا اه ان زي بيبقى في في بعض الدول بيعملك زي بطاعة ربية ان داخل الاسرة دي المتوسط بتاحها مثلا ميت دولار متين دولار حكذا. تمام? فانت ممكن تجيب دي او دي. وتالت حاجة اللي هي الخطبة التوصية. طيب ده قلنا مطلوب منك تلات اوراق توفرهم. طب الاوراق دي مطلوبة عند التقديم? لا. الحاجة الحلوة ان المنحة مش طلب الاوراق دي عند التقديم. المنحة طلب الاوراق دي لو انت تقبلت. يعني لو جي اسمك في الناس المقبولة ان هي هتاخد امتحان الايلتس بالمجان. انت مطلوب من حضرتك توفر الاوراق دي. فبالتالي دي حاجة ممتازة جدا. عشان انت مش هتشغل دماغك وتعط طلب تعمل حساب بنكية او تقعد تجيب خطاب توصية او تجيب كشف درجات. انت دلوقتي هتقدم. تمام? ولو تقبلت خلاص. انت هيبقى قدامك وقت تقدر توفر الكلام ده كل. يبقى ده بالنسبة للجوزية دي. تعال بقى نتكلم عن المنحة دي هتوفر لك. زي ما كنا قلنا. ده شرح الجوزية هنا. ان المنحة دي عبارة عن ارتباط او اتحاد البريتش كانسل مع منظمات تاين يعني للايلتس. وهم اللي عاملين المنحة دي. فبيقول لك هنا انك هتاخد امتحان الايلتس بالمجان. وهم يعملو لك زي كده للرسوم بتاعت الامتحان. تمام? هيبعتوها لك في غضون خمسة واربعين يوم. يعني لو انت تقبلت في المنحة هيبعتو لك الفلوس دي. تمام? يعني مسلا قلنا امتحان الايلتس تمان وتلتمينة دولار. في الوقت اللي احنا فيه حاليا. تمام? هم هيبعتو لك التلتمينة دولار دي. اه عن طريق الحساب البنك. يبعتوها لك عن اي وسيلة اخرى. توصلك في بلدك. انت حضرتك تروح تاخد الفلوس دي وتروح تتفحها في اي مركز ايلتس موجود في ولدك. حلو كده. يبقى ده شرح التكلفة بشكل بسيط. ان انت هيبعتو لك الفلوس اه بشكل رسمي كده بعتوها لك تمام? باي وسيلة في خضون خمسة واربعين يوم. الفلوس تبقى عندك تاخد الفلوس تروح تتفحها في اي اه مركز بيعمل ايلتس وتروح كده تمتاح الايلتس وبقى كده هم دفعوا لك الرسوم. تمام كده? ده بالنسبة ليه اه كيفية اللي هو التمويل بتاع المنحة دي. طيب ازاي انت هتملل المنحة دي? بيقول لك هتملل المنحة دي في ابليكيشن اونلاين والديدلاين بتاع الابليكيشن ده هو اغسطس تلاتين اغسطس الفين وعشرين. يبقى انت شوف لسه معك عدد شهور قد ايه? ده حاجة ممتازة جدا. بس كل لما تقدم آآ آآ قريب يعني كلما الفترة بتاعت التقديم بتكون في الوقت الحالي او مسلا ما تستناش لحد الديدلاين في الاخر كلما تكون فرصتك طبعا احسن. تمام كده? طيب. تعال بقى ده الابليكيشن اونلاين. المفروضة تملايه وتقدم للمنحة. هو اهو. تمام? لو قالت سبي كوفريج سكولارشير. طيب اول حاجة مطلوب منك بيقول لك هل سنك تحت اتنين وتلاتين ولا سنك اتنين وتلاتين ولا سنك اعلى من اتنين وتلاتين. فمسلا انا سني اتنين وتلاتين اختار دي. سني مسلا اه 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 امثلاثين وتلاتين اختار دي. لو سنك اعلى من تلاتين المنحة قالت لازم يكون اقل من اتنين وتلاتين. بس وما حطينها يعني عشان يشوفه انت موهل والد لأ. فبالتالي لو انت سنك اعلى من اتنين وتلاتين ما ينفعش تختار دي. انت اصلا هتكون مرفوض بشكل رسمي. تمام? هنا بيقول لك دخل الاسرة بتاعك كم? تقول مسلا تحت المتين وخمسين دولار او فوق المتين وخمسين دولار. اه هنا بيقول لك بالنسبة للضرايب اللي بتدفعها آآ آآ اسرتك يعني ضرايب مسلا الكهرباء المية الحاجات دي بتاعت اي بيت بيقول لك الدريبة ان انتو بتدفعوها شهريا كامل. تمام? آآ طيب. بعد كده بيتكلم عن الدولة اللي انت جاي منها. طيب مسلا انا من مصر من المغرب الجزائر هتكتب دولتك كنا. بتتكلم عن نوع التمويل. بالنسبة لتمويل المنحة دي. هل انت عايز تاخد فلوس المنحة كاملة? يعني مسلا لو المنحة بتتكلف آآ متحمل قائدس بتتكلف تلتمين دولار. عايزهم يدفعوا لك المبلغ كامل ولا انت ممكن تتحمل نص التكليف وهم يتحملوا نص التكليف. لو عايز المبلغ كامل تضغط على دي على فول. تمام? لو عايز آآ نصف التكليف تضغط على دي. تمام كده? طيب. هنا بيتكلم لو انت المدرسة السنوية بتاعتك. كان مجموعك اعلى من خمسة وسبعين في المية ولا خمسة وسبعين ولا تحت الخمسة وسبعين ولا تمانين خمسة وتمانين تسعين خمسة وتسعين يعني كم مجموعك ايه بالزبط بالنسبة للمدرسة السنوية بتاعتك تمام بالنسبة لو انت بتدرس حاليا بكالليوس ماجستير دكتوراه تختار بتاعك وطبعا قلنا المينموم هو تلاتة بتاعك لازم يكون تلاتة تختار تلاتة وتلاتة واتنين تلاتة وخمس تلاتة وسبعة اربعة تختار بتاعك تمام ولو مسلا واحد يقول لي طب انا بتاعي تلاتة واحد اختار ايه حاول تختار النسبة التقريبية مثلا نقول لتلاتة واتنين تمام عشان لو بس في ناس تقول لك انا الجي بي بتاع مش الدرجة مش موجودة اينا بالتحديدة فتحاول تختار النسبة التقريبية تمام كده وهنا بقى في اخر حاجة مطلوبة من حضرتك ان تعمل زي تمام او لخط البحث من تمنمية كلمة ده بقى هنا السؤال بتاع القبول وش كده على طول ده السؤال ان انت هتتقابل من خلاله وان اللي فده كله هو عباره عن بيانات انت هنا انت هنا بياناتك وقاعد يعني كل واحد عنده البيانات بتاعته وحطها هنا انما السؤال اللي هيميز كل شخص عن التاني واللي هيساعد في القبول هو ده ده بنسبة تسعين في المية لو كتبتك كويس انت مقبول خلاص كده تمام فتحاول تعتمي بالسؤال ده كويس وعايز نوع على نقطة كمان ان احنا قاقنات منح بين كل الالوان بنتيح فرصة التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة وبشكل احترافي فلو انت عايز تقدم من خلالنا وتكتب البروبوزل ده احنا بنوفر كتابة البروبوزل ده برسوم بسيطة جدا بتكلف عشرة دولار فقط ولو عايز ان احنا لمنالك كله كامل بيتكلف خمستاشر دولار ولو عايز ان انت تقدم بنفسك تمام يعني انت بتختار عايز تقدم من خلالنا تقدم بنفسك احنا بنشرح كل حاجة لو انت عايز تقدم بنفسك من خلال شرح الفيديو ده خلاص كده كده شرحنا بالنسبة الملحة شرحنا التمويل بتاعها يدفعوا لك في غضون خمسة واربعين يوم رسوم تروح تدفعها في اي مركز موجود جنبك حاجة ممتازة جدا ده بالنسبة لناس اللي بتواجه صعوبة في دفع رسوم خلاص كده منحة ممتازة جدا فاتمنى انكم تشتركوا فيها وهي متاحة لجميع المراحل سويا انت سانوية عامة باكالريوس ماجستير دكتوراه متخرج حتى مش مشكلة تقدر تدرس برضو فيها تمام كده فان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولبول ليكم في المنحة